كابتن عادل ألف مبروك فوز مهم خصان بعد التآهل دور الثمانية ومكسب كبير قدام الهلال السوداني وقبل مبارة مهمة مبارة بطولة قدام بيراميدز في نهاية الكاس يوم عشر إن شاء الله أولاً يا كابتن عايز أقول لك أنت بتكبر الفرق أن هي تبقى وحشية صح أقل بالك من النقطة دي مهمة جداً يعني في خمس نقاط النادي الأهل أو ست نقاط النادي الأهل اشتغل فيها النهاردة جيد جداً أولاً الضغط من اللعيب الأهلي في كل حتة في الملعب ودي كانت جيدة اثنين إحراز الأهداف وتقليل ضياع الأهداف نسبياً ودي حاجة جيدة تلاتة لعمق الدفاع الصح اللي عمله النادي الأهل وخان اللعبة فرقة المحلة عشان كيراً فرقة المحلة ما أنا قالتش ولا عملت خطورة على النادي الأهل بغض النظر عن أي حاجة تانية رقم أربعة سراع المراكز ما بين اللعبين ودي حاجة مهمة جداً اللي هو أنا عايزة أجيبهون وأنا عايزة أتزال أكسب الفرقة وأنا عايزة أعمل شكل كويس احنا شفناه في المبارات الهلال وشفناه في المبارات الأخيرة اللي مندي الأهل أن الرجل اللي بينزل إحتياطي وبينزل بيبقى مؤثر رقم يعني خمسة إسرار المكسب وده نقطة مهمة إنك أنت عايز تكسب عايز تكسب عايز تكسب رقم ستة العمق الدفاعي الصح أنا قلت العمق الدفاعي قلت العمق الهجوم الصح اللي هو تلاتة زي بيرستاو لما نزل عمل الهجمة اللي هي ضيع هدفين وأنا باعتبر اللعيب اللي بيوصل للجون ده حاجة مهمة أنا عاوز اللعيب يوصل للجون ممكن النهاردة يضيع لكن بكرة يجيب خلصنا كل الست نقاط فيه يبقى نقطة مهمة لازم الناس كلها تعرفها الأندية الكبيرة بيبقى عندها حصاد وقبل حصاد وترتيب الترتيب ده بداية السنة أنت بترتب للسنة وإحنا تعملت خلاص وعدت بمراحل تعب كتير علشان أنت بتلعب حاجات أكتر من الأندية في مصر أو بطولات أكتر من الأندية في مصر أنت دي الوقت في مرحلة التوضيب للحصاد اللي هو أنك أنت بتلعب عشان تعمل فرق كبير في الدوري وبتلعب عشان توصل لنهاء أفراقيا فأنا عايز أقول لك أنه الضغط العصبي على اللعيبة صعب للغاية يعني اتكلمنا كلنا على عبدالقادر واتكلمنا كلنا على اللعيبة كتير واتكلمنا كلنا على أن قهربة لما نزل وعمل شكل كويس واتكلمنا على اللعيبة كلها لازم ندي حاجة مهمة للعبين أنه فيه ضغط وعصب عليه الحاجة التانية المهمة مش لازم طول السنة كفرقة تبقى في أحسن حالاتك ما فيش كرة في كرة القدم في العالم ريال مدريد قدينة شفناها النهاردة كسبت 4-0 برشلونة وكانت مغلوبة منها يعني هكذا كرة القدم دلوقتي ودولم بشر ولحم ودم لعيبة آه أنا نفسي ندي الأهل يبقى طول الوقت أفضل وأفضل 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 لكن أنت ما تشوفش الضغط العصب اللي على اللعبين فالتمس العزل لللاعب والمدرب والجهاز في اللحظة في الأوقات الصعبة دي أنت خارج من بطولات كبيرة فنيا تعال نتكلم فيها فنيا وبدنيا هتلاقي عندك مشكلة كبيرة قوي لللاعب العربي مش اللعب المصري وبس لعب العربي أنت مش لعيب أوروبي لعيب الأوروبي خد على الأسبوع الإنجليزي اللي فيه ثلاث مطشاط وخد على الأسبوع الأوروبي اللي فيه ثلاث مطشاط فأنت متعود عضلتك متعودة لكن أنت دخل عليك خمس سنين الأخرانيين دخل عليك كده المهم بقى في الأمر في الآخر أنك بتكسب وأنك بتكسب بأرقام هيلة يعني النادي الأهل النهاردة كسبان ثلاثة سلاثة والماشر اللي فات سلاثة والقابل ربعية يعني أنت الناتج بتاعك علي من حيث التهديف وفي حاجة كمان ما فيه استقبل الأهداب مع هذا اللي أنا عايز أقوله لك يعني أنت وصلت للدرجة الكويس في جوة المنظومة ممكن يكون فيه واحد مش قوي مش بيعدي بأحسن حالاته أتمنى أن إحنا إيه نعديها له زي ما هم بيكسبونا فإمني عايز أقول أن الفرقة ماشية كويس فأنا عديها لله لأن أنا لو مسكت في كل لحظة على أخطاء يبقى أنا هغير كل يومين هي مشكلة الفرقة في إيه ومشكلة نحن يعني في الكورنة المصرية أنك بتتبسط قوي وبتزعل قوي بتطلع وتأعظم حاجة في التاريخ ما هو دي خفية أنت خفيف كده لازم طول الوقت تبقى عندك اتزان الاتزان أنت فرقة كبيرة وأنت بتلعب على بطولة واحدة ولا ما بتلعبش على بطولة ياريت إحنا كنا مثلا لو الناد الأهل ده في الفرقة المتوسطة ما كانش وجع دماغه لكن ده فرقة لو لا لما بنكسب يا كابتن أيمن إحنا كسبنا دوري وكاس وكاس أفريقيا وبطولة عربية واخديني الدور قبلها بخمس أسابيع يتعادلنا ماتش في آخر الخمس أسابيع قالك شمس الأهل غابت يعني أنت عارف العقلية اللي إحنا تحطينا فيها فإحنا كمان إحنا إحنا كناس مثلا ما فيش شك إن لازم المسندة للفرقة في كل وقت يعني أسألك سؤال هرجعك بس شوية قبل أيام ساندونز لما حصل الموقف بتاع ساندونز لو كنا ارتكننا وعدنا دمرنا فرقتنا أو طلعنا فيها اللي هم كانوا أوحش ناس في ال كانوا أوحش أوحش ناس وأقل ناس كان حصل إيه كنا وصلنا نهدهم خلي عندهم على فكرة مش أي فرقة بسهولة تطلع من الموقف ده كابتن أنت موقف صعب جدا أنت الندي الأهلي بس اللي عديه ده فيه أنديه تقعد خمس سنين بفضل إيه بفضل إيه بفضل الفكر مش لازم تبقى عاطفي لازم تبقى زكي عمل النادي الأهلي اشتغل اجتهد وصلنا احنا دلوقتي في الدور التمانية انت هتلعب مع الرجاء إن شاء الله تكسب وتموت نفسك وأقول لك خلي بالك أنا أتمنى أن طبعا ناخد البطولة وأنا بساند الفرقة في كل وقت والفرقة إن شاء الله هتعمل حاجة كويسة إن شاء الله بإذن الله يموتوا نفسهم زي ما بيعملوا دلوقتي وبعدين احنا كمان نهدى عليهم شوية ونسيبهم يا حدا ما يجنبنا سمارنا لأنه الزعل المنفعل ده والحاجات دي بيبقى وحش والفرح الكتير أوي بيبقى وحش برضه أنا واصل جدا من القائمين على الموضوع إنه ماشيين بسورة جيدة الطلوعة دي مش طلوعة سهلة يا كابتن آيمن طبعا مش سهلة تطلع بإعداد نفسي كويس قوي تطلع بتحفيز عالي قوي اللي عيبة تشيل الأثار اللي كانت عندها ودي حاجة مهمة جدا كل الحاجات دي أنا بحيي بيها سكانت فرقة الكورة والإدارة والنادي كله بحييهم إنهم عاملوا الموقف ده نادي الأهل دلوقتي أعوب بيصرع على بطولة الدوري وأنا مع مقولة الدوري لسه في الملعب أنا الدوري مش أقول لك مبروك إلا ما يبقى عندك خمس مقشاط وليك ستة شربون فرق أقول لك شكرا مبروك إن شاء الله لو لو اللي بينفسني ما فيش حد بينفسني أول ما الدوري يبقى خمساشر بونت عندي ستة شربونت وعندي خمس مقشاط بخمساشر بونت أحييك مبروك خلاص خدنا الدوري الدوري لسه في الملعب ولسه هتحارب عليه زبطورة أفريقيا هتحارب عليها زي الكاس مصر إن شاء الله خلصنا مطش الدوري هنخش على بيرمد هنحارب فيه عشان السمر بعده تحارب فيه وهكذا لنادي الأهل شكرا